سلطة شوية سلطة كده محترمين بقى حاجة كده ايه صحية اجيب عندي خص تمام اجيب عندي خص معانا اللي الكابوتشة لأ الكابوتشة ما فيش ايه اللي هي اصلا ملفوفة على بعضها فما فيش اصلا مستحيلة يخشينها مياه جواها ولكن القشرة اللي بره بتتغسل تتقشر والقشرة اللي بره بتتغسل بس ناخد عندنا ولكن بقى احنا بنغسلها امتى جمعت برضه عشان الناس تكون عارفة بعد ما بتتقطع مكعبات او تتقطع زي ما حضرت كده شايفها بتتغسل بمية بردة اكتر من مرة وبعد كده بتخش على منشف الخضروات انا بقولك الطريقة الصحة بقى بتتقطع بعد كده بتتغسل بمية بردة بعد كده بتخش على منشف الخضروات لازم يكون موجودة عندنا وبعد كده تبدأ اللي تحط في السلطة ان شاء الله عم احمد طول عمره عاشي الفنادق فالموضوع ايه زابط معاه عاشي عم احمد صباح العسل حاج بعد كده قد بقوم واخد عندي الطماطم الخاص الخيار جرجير جرجير ولا بسكينة ولا حاجة ايديا كده باشا اهو تمام كده بالشكل ده تمام نعمل ايه يا استاذ بقى نقوم واخدين عندنا شوية الرحان دول ونبدأ اللي احنا نفرمهم فرمي ناعي اللي هم جايبين عندنا المعيار ده وحطيهم في الرحان كان عندي شوية زعتر بتوم الله ان انا عملتوا منعيش فتوم ايه تقوم زبطة الدنيا في الصلاة قوي اقوم واخد عندي عصير لمونة اقوم واخد عندي خلي بالسامك او خلي ابيض عادي ونهم حطينه بالشكل لحضراتكم كده شايفينه واجيب عندي مضرب سلك بقى يدوي اقوم واخد عندنا زيت زاتون اقوم نازل عندي ده عشان اعمل الدريسنج متاعنا الخاص بالسلطة نورو اقوم واخد عندي شوية ملح نهوض ونقوم واخدين عندنا الدريسنج جميل ده بص القامة وعمل ازاي اهو واخد شوية كده واسبهم عندي احطهم عندي في البولة اعجب عندي معلقة وقلب بسم الله الرحمن الرحيم وهي قابلة اللي انت تحط عليها خلي بالك دبس رمون السلطة دي لو انت عايز تحط عليها دبس رمون توديك في حتة تانية خالص نقوم واخدين عندنا السلطة دي تحطينا هنا واخد عندي حبيبات عين الجمل وابدأ ان انا اوزحها كده عليها من فوق السلام لو شوية ترمونة جماعة يا حب السلام يعني تبقى السلطة كده ايه كاملة معانا نبدأ اللي احنا نقدمها بالشكل ده تعالى بقى باشا بقى ايه انياخد عندنا نجيب عندنا حاجة اللي في الفرن عم جمل ونبص عليها بس قبل ما ناخدها في الفرن تعالوا ناخد عندنا شوية دول في عندي والله كانت سوسيرة كده صغيرة اين هي السوسيرة اهي السلام اهي ناخد السيرة الصغيرة دي هنا تمام ونحطين فيها شوية الدرسنج دول شوية الدرسنج